قال الله عز وجل في القرآن الحكيم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ هذه هي السياسة الناجحة التي انتهجها رسول الله صلى الله عليه وآله أنجح قائد في التاريخ وتبعه أخوه ونفسه بتصريح القرآن الحكيم أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي هو الثاني أنجح قائد في التاريخ تبعه هذه السياسة القرآنية الحكيمة الصبر مع العافو